السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النهاردة جماعة ان شاء الله هنتكلم عن اللوب باستخدام الدو ويل عشان تفهم الدو ويل بشكل بسيط جدا وتدخل في دماغك مباشرة متحتاجش وقت انت محتاج انك تفهم الويل بشكل كامل وتكون مركز فيها بعد كده الباقي كله سحي خلينا نعمل كده مثال مع بعض انت اندكس بيساوي مثلا اربعة بعد كده هستعمل الويل لوب هقوله الشرط بتاعنا انه الاندكس يكون اصغر من ستة تمام طيب ايه اللي هيحصل هقوله سي اوت تبع لي الاندكس بالشكل ده وبعدين هقوله اندكس بلاس بلاس ايه اللي هيحصل في الكود ده ويه النتيجة اللي هتطلع الاندكس فاريابل عندنا قيمته اربعة وانا عن طريق الويل عندي شرط اسمه اندكس اصغر من ستة هل الاندكس بتاعنا ده اصغر من ستة مظبوط طول ما الشرط ده بيتحقق العناصر اللي في اللوب دي او البلوك اف كود اللي جوه اللوب ده هيشتغل جميل اول مرحلة من اللوب الاندكس بتاعنا ده كنتوا اربعة اصغر من ستة يعني الشرط تتحقق او هيروح طبيعي رقم اربعة هنا بعدين يعمل له انكريمنت هيزيد من اربعة لخمسة جميل جميل بعد كده نبدأ اللوب من الاول هل الخمسة اصغر من ستة مظبوط يبقى البلوك اف كود ده هيتنفذ يبقى هيتبع لي هنا دلوقتي ايه رقم خمسة بعدين يعمل له انكريمنت فيزيد من خمسة لستة هل الستة اصغر من ستة لا يبقى البلوك اف كود ده كله مش هيتنفذ جميل اوي وعظيم الكلام ده وما اقدرش اقول حاجة عنه ولطيف وعظيم وانا عمله ضايع بس ايه وقت لحد ما هو يعمل راند طيب زي ما انا شايفين طبع لي اربعة وخمسة زي ما قلت لحضرتك بالزبط يحصل ايه لو انا خليت الرقم ده كنته ستة هل هيتبع حاجة هنا لا ليه البلوك اف كود ده مش هيتنفذ نهائيا لانه الشرط ده متحققش يعني الشرط ده ما رجعش ترو لانه ستة مش اصغر من ستة بالتالي لو احنا عملنا راند كده مش هينفذ البلوك اف كود اللي هنا ده خالص زي ما حضرتك شايف مفيش اي حاجة حلو كده حلو تعالوا بقى نشوف ال do while اللي انا بصراحة كده حاسس انك مجرد ما تشوف السنتاجس ده هتبقى خلاص في انتر ده ال while loop بتاعنا اللي بتشيك على condition معين هل هو true ولا لا عشان ينفذ اللوب طب ايه do دي كي ان حد بيطلب منك يقول لك do something اعمل حاجة وبعد كده ابدأ اعمل عملية اللي تشيك شيك بقى الشرط ده بيرجع true ولا لا يعني معنى كلامك ايه ان انا هنفذ اولا تعالوا نشوف المثال اللي احنا عملناه هنا هنهمش الكود ده كده ونبدأ نستعمل do while زي ما اتفعل ادي do اهي و ادي ال while ونحط فيها الشرط بتاعنا ايه هو الشرط انه ال index يكون اصغر من 6 هنجرب 6 على طول لا حط 4 زي ما جربنا في ال while بالزبط هنعمل ايه هنا هنعمل نفس اللي احنا عملناه هنا بالمسطرة فيش اختلاف خلص ايه دي الكود بتاعنا ايه ده ده ما فيش اختلاف بينهم خلص مفيش اختلاف غير كلمة دول اللي تحطت دي واللي هوريك دلوقتي هي بتعمل ايه طيب هنا ايه النتيجة اللي هتطلع ال index تاعك 4 جميل اوي هيتطلع لك رقم 4 و رقم 5 زي ما حصل من شوية خلينا نشوف اهو 4 و 5 ايه اللي حصل هنا تعالوا نشوف اول حاجة هو بيقول له لو سمعت نفذ الكلام ده فراح طابع رقم 4 increment بقى 5 هنشيق هل الخمسة اصغل من 6 اه تعال بقى ايه نكمل اكتب لي هنا الخمسة بعد كده الخمسة عمل لها increment بقى 6 هل ال 6 اصغل من 6 لا يبقى خلاص يا باشا كده اللي بتعمله terminate وصباح الخير خلصنا كده جميل اوي طيب ايه الفرق بينهم انا مش شايف الفرق بينهم الفرق بينهم انه ال while هنا لما كان الرقم ده 6 الشرط ده ما تحققش بالتالي ال plug of code ده كله ما تنفس لكن دلوقتي اللي هيحصل ان الرقم 6 اللي حضرتك حطه ده هيبدأ يتبعه اولا قبل ما يعمل تشيك على الرقم يعني قبل ما يشوف الشرط ده بيرجع true ولا لا do first عشان تفرق بينهم وتفتكر الموضوع بشكل بسيط افتكر كلمة do do first لو احنا بصراحة زودنا هنا في السنتاكس بتاع اللغة كلمة first فالناس بجد بجد الموضوع ممكن يدخل في دماغهم بسرعة وما يحتاجش حد يشرح له الموضوع لكنها بصراحة واضحة هننفذ الكلام ده فرقم 6 هيتطبع اولا بعد كي هنعمل له increment فبقى سبعة فهتيجي تشيك بال while زي ما انت شايف كده هل السبعة اصغل من 6 لا يبقى كده اللوب انتهى والموضوع انتهى تعالي نشوف مع بعض هيتطلع لك رقم 6 عشان نشوف الفرق بينهم بالشكل ده طيب انت كده عرفت الفكرة والسنتاكس وهي موضوعها بسيط جدا اوقات يا شباب في الحياة بتقابلنا افكار برمجية وهورلكو يعني افكار كتير جدا ومسائل كتير جدا بفضل الله لو لنا عمر هتستعمل فيها الدو او هتحتاج فيها الدو في بعض الحاجات بتحتاج منك انك لو الشرط اتحقق امشي في اللوب لو ما تحققش خلصت ما تعملش حاجة زي ما جربنا هنا بالزبط في بعض الحاجات بتحتاج انك تنفس حاجة معينة بعد كده تشيك على اللوب ودي ساعتها بنستعمل فيها الدو عشان الفيديو يبقى فيه شوية معلومات كده احب اقولك حاجة مهمة جدا لو مرت عليك حاجة في عالم البرمجة وحسن ما هاش لازم اوتفها وايه لها بلده وعملوها ليه دي انسى الحاجات اللي بتتم قدامك دي او الحاجات اللي انت بتتعلمها لما بيخترعوها بيخترعوها عشان فيه كيس حصلت طلعت الحاجة دي او خلت الناس تعمل الحاجة دي بالتالي كل حاجة ليها استخدامها بس ممكن ما تستخدمهاش في مرحلة معينة من عمرك لكن لما تروح مرحلة متقدمة شوية هتستخدمها فلا تقلق يا صديقي تماما يا رب الجماعة الدرس يكون سهل وبسيط وعجبكو اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم